في الاثناء قالت وزارة الخارجية روسية ان موجة الهجمات التي تمت بطائرات المسيرة اوكرانية على الاراضي الروسية خلال الليل لن تمر دون عقاب وكانت السلطات الروسية قد اغلقت مطار بيسيكوف في غرب روسيا امام الرحلات المدنية وذلك بعد هجوم بطائرة المسيرة وكذلك اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها دمرت اربعة زوارق عسكرية اوكرانية تحمل على متنها نحو خمسين جنديا في البحر الاسود واضافت الوزارة ان طائرة تابعة لها دمرت اربعة زوارق عسكرية تحمل مجموعات انزال من القوات الخاصة الاوكرانية في البحر الاسود